لا يمكن أن يعتبر مسك الأرض امتياز لأي جهة سياسية بحيث يباح لها أن تستغل ظرف ناس نازحين أو سكان محليين بالترغيب أو بالترهيب لإجبارهم على أن يدخلوا ضمن لواء عنوانهم الحزبي حينما شرع قانون هيئة الحشد تم الفصل بشكل واضح من يحمل السلاح ويقاتل بعيد عن الرايات والعناوين السياسية والذي يريد أن يباشر العمل السياسي له أن يباشر عمله في أي مكان وبأي طريقة وبأي اسلوب الاستغلال النفوذ واستغلال الوجود لغرض كسب مؤيدين وأنصار ينتمون لهذا الحزب أو لهذه الجهة قد يعطي رسالة غير مقبولة وغير منطقية وبطبيعة الحال النص الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب يحمل في طيات حالة الإجماع الوطني التي لا بد من ذكرها ولا بد من التأكيد عليه اشتركوا في القناة